بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي ألم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوابك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزوابه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا أن الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم دهنم وبيس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصبقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين